موضوع الفيديو عن الدورة المستندية للمشتريات المحلية هي اللي بتتم بمتابعة المستندات الخاصة بعمليات الشراء واللي بتقوم بيها لشركات خلال السنة المالية واللي هلخصها في عدة خطوات دورة المشتريات المحلية أولاً بيتم طلب الشراء من الإدارة أو المخزن الرغب في الشراء موضح بمواصفات الأصناق وكمياتها وبيتم اعتماد طلب الشراء من أمين المخزن أو مدير الإدارة ثانياً، بيتوجه الطلب لإدارة المشتريات وتحصل إدارة المشتريات على عدة عروض أسعار من ثلاث جهات على الأقل وبيتم اختيار العرض المناسب ثانية خطوة، بتحرر إدارة المشتريات أمر الشراء ولمسؤول عن تنفيذ عملية الشراء رابعاً، بيتم توريد الأطناق تبقى لأمر الشراء ويتم استلمها بمعارفة لجنة الفحص من قبل المخازن خامساً، وآخر خطوة معنا بيتم تسجيل فطورة المشتريات المحلية والقيام بإثبات قيمة المشتريات المحلية وتقايد لحساب النقدية أو البنك في حالة الشراء النقدة أو لحساب الموارد في حالة الشراء الأجل ودلوقتي، بنقدر نشوف كيفية تطبيق الدورة المستندية الخاصة بالمشتريات المحلية على نظام الأونكس أول خطوة معنا بندخل على أنظمة المواردين ومنها لنظام إدارة المشتريات، عمليات أول شاشة في العمليات وهي طلبات الشراء طلب الشراء بيتم من خلال أمين المخزن في حالة طلب لأصناف معينة غير متوفرة بالمخزن الشاشة بتساعدني إن أرائب طلبات الشراء اللي تم إضافتها والمعرفة الطلبات اللي اكتملت والطلبات المعلقة بحيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بتعتبر الشاشة دي شاشة اختيارية في حالة عدم تفعيل ربط الفاتورة بالأمر والأمر بالطلب استخدام الطلب ليس له أي أثر محاسبي أو مخزني طيب أنا عشان أستخدم الشاشة عندي طريقتين طريقة يدوية ببدأ أدخل الداة يدوياً أو الطريقة الألية في حالة إن الصنف بيوصل لحد معين بالمخزن بيتم الطلب للشراء آلي من خلال النظام طيب أنا هيتم استعراض الطريقة اليدوية بابدأ أدوس إضافة واختار مركز التكلفة بابدأ أختار إدارة أو رقم المخزن بادوس F9 أختار الحوم بابدأ أختار الكمية وليكن عشر هابدأ أدوس same وبكده أبقى أسجل طلب الشراء بشكل نجل بيتم اعتماد طلب الشراء من خلال مدير الإدارة في حالة إن الطلب موجه من الإدارة معينة أو من أمين المخازن في حالة إن الطلب محرر من مخزن معين بدخل أدوس الاعتماد وسجل إن الطلب معتمد تاني خطوة معينة وهي شاشة عروض الأسعار بتبدأ أدارة المشتريات بعد اعتماد طلب الشراء بتجميع على الأقل 3 عروض أسعار من أكتر من موارد واختيار عرض السعر الملائم لطلب الشراء باستخدم الشاشة لإدخال عروض الأسعار من المواردين وأقدر أعمل مفضلة بين العروض واختيار العرض المناسب طيب أنا عشان أسجل عرض أسعار بابدأ أدوس إضافة بيظهر معي رقم الفرع، رقم عرض السعر، رقم الطلب هدوس F9 عشان أخطار طلب إفيرة اللي تم تسجيله في الفراشة السابقة وينزل معي الداتة كاملة أنا مجرد بس بدخل بسجل رقم الموارد هدوس F9 وليكن أو الموارد السعر وليكن 5 هدوس Save هبدأ أسجل تاني عرض سعر بنفس الطريقة رقم الطلب وهو كان 5 رقم الموارد سأبدأ أخطار الموارد وسجل بسعر وليكن 6 هبدأ أسجل تالت عرض بنفس الطريقة رقم الموارد وسجلوا الموارد بسعر أنا كده سجلت ثلاث عروض أسعار من أكثر من موارد طيب أنا عايزة أعمل مقارنة بين عروض الأسعار بروح لتاشت التقارير منها لتقارير عروض الأسعار بختار رقم الطلب وليكن رقم 5 اللي سجلته وببدأ أدوس مقارنة بين عروض الأسعار ببدأ أدوس طباعة بختار رقم طلب الشر بيظهر معي تقرير عروض الأسعار وهي مقارنة بين أكثر من عرض سعر بيظهر معي السعر 5 و 6 و 7 اللي تم تسجيلهم في شاشة عروض الأسعار وأنا ببدأ أختار أقل عرض سعر أو العرض الملائم لطلب الشراء اللي تم تقديمه طيب أنا عندي عرض سعر رقم 12 13 14 وليكن هو السعر رقم 5 اللي أنا هفضره فهدخل لشاشة عروض الأسعار وأعمل اعتماد لعرض السعر الرقم 12 برجع تاني لشاشة عروض الأسعار وببدأ أعتمد عرض السعر رقم 12 دوس اعتماد وسجل إنه هو معتمد تالت شاشة معنا وهي شاشة أوامر الشراء هي المسؤولة عن تنفيذ عملية الشراء بعد إتمام الإجراءات الداخلية وبتقوم إدارة المشتريات بتنفيذها بقدر كمان أرأي بكل أوامر الشراء نتم إضافتها وأقدر كمان أشوف الأوامر المجتملة والأوامر المتأخرة هبدأ أستخدم الشاشة إزاي هدوس إضافة معي رقم الأمر رقم 5 المغزان بيكون المغزان الرئيسي اندال البيانات من عرض سعر واللي تم تبديله في الشاشة اللي قبل دي ببدأ أختار عرض السعر دوس F9 بيظهر معي عروض الأسعار اللي تم اعتمادها في الشاشة إضافة بدوس ENTER بيظهر معي كل داتا كاملة أنا مش كل اللي علي ان انا بعمله ان انا بعملت SAVE وبقى كده سجلت أمر الشراء رابع خطوة معنا وهي إذن توريد مشتريات محلية وهي عملية استلام البضاعة من قبل المخازم قبل الكويان بإصدار فاتورة الشراء وتظهر الشاشة عند تفعيل إذن توريد مشتريات محلية باستخدم الشاشة لإدخال كافة البيانات عند عملية الاستلام ويتم اعتماد إذن التوريد في قسم المشتريات من أجل احتساب تكاليف فاتورة المشتريات باستخدم الشاشة بان انا بدوس إضافة بيظهر معي رقم الفراء رقم المخزن وليكن إن أنا هعمل توريد للمخزن الرئيسي بختار رقم مركز التكاليفة نوع التوريد إذن توريد مخزني رقم الأمر بابدأ أدوس F9 بيظهر معي أوامر الشراء اللي تم تسجيلها في الشاشات السابق وتم اعتمادها بشكل ناجح ببدأ اختار رقم الأمر ودوس إنتر بينزل معي كل الداتا اللي تم تسجيلها في الشاشات اللي قبل جدا ببدأ دوس Save وبكده أبقى سجلت إذن توريد مشتريات محلية بشكل صحيح آخر قطوة هو إصدار فاتورة المشتريات المحلية وهي تحرير فاتورة المشتريات هي عملية إثبات قيمة المشتريات المحلية وتوريدها للمخزن وبتقايد العملية لحساب البنك أو النقدية في حالة الشراء نقدا أو بتقايد الحساب الموردين في حالة الشراء الأجيب وعند الحفظة يتم التأثير على المخزن إما بشكل مباشر من خلال تسجيل الفاتورة يدويا أو إنزالها بشكل آلي إما من أمر شراء أو إذن توريد مشتريات محلية أنا عشان أستخدم الشاشة ببدأ أدوس إضافة في حالة أن أنا هعمل إنزال للداتا هبدأ أختار إما بعملها إنزال من أمر شراء أو أمر توريد أو فاتورية مبعايد بتم اختيار رقم الأمر من خلال أن أنا بضغط F9 ويظهر معي أوامر الشراء أو أمر توريد مخزن طيب في حالة أن أنا عايزة أسجل فاتورة يدويا ببدأ أختار المخزن رقم طريقة الدفع عندي نقدا أو شيك أو جزء نقدي أو جزء بشيك آجل أو تحويل من بنك الأخر ببدأ أختار وليكن نقدا رقم الصندوق رقم أختار العملة رقم الموارد هدوس F9 ليظهر معي رقم المواردين هبدأ أختار رقم مركز التكلفة لو أنا هحمد الفاتورة على مركز معين هدوس F9 ليظهر معي الأطناف خرم صندوق وحدد الكمية وليكن عشرة بالسعر خمسة هبدأ أدوس حسين وكده أبقى ثجلت فاتورة المشتريات المحلية بشكل سليم لو في حالة أن أنا أعيز أستعرض الكيد المحاسبي بتاعي هبدأ أدوس اليومية العامة من خلال اليومية معي بيظهر معي مجموعة المواد الغذائية من حساب مجموعة المواد الغذائية لحساب السندوق وكده أبقى انتهيت من تسجيل فاتورة مشتريات محلية